تأهل نادي الساحل الرياضي إلى انهاء دور أندية المهرة التصنيفي عغب فوجه على نظيره فريق نادي خيبل بركلات الترقيح بأربع أهداف مقابل هدفين بعد تعادلهم بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة والتي جمعتهما على بلعب الشهيد مخبال بالغيظة في منافسات المربع الذهبي لدور المحافظة وفي الدقيقة السبعة وخمسين افتتح لعب الساحل رمزي مبارك سعيد أهداف المباراة وبعد مرور سبع دقائق ادرك لاعب خيبل التعادل لفريقه بهدف مباقت وشهدت فترات اللقاء المتبقية فرص ضائعة من الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وحسم اللقاء بركلات الترقيح لمصلحة الساحل بنتيجة أربعة مقابل هدفين وخطف بها بطاقة التأهل الأولى إلى نهاء دور محافظة المهرة التصنيفي لكرة القدم 2020 فيما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب نادي الساحل رمزي مبارك